قتل تسعات أشخاص من أسرة واحدة جراء تفجير ميليشيا الحوتي منازل مواطنين فوق ساكنيها بمدينة ردع في محافظة البيضاء وقالت مصادر محلية إن الميليشيا قامت بتفجير منزلين ما أسفر عن تهدم المنازل المجاورة على رؤوس ساكنيها مشيرة إلى وفاة تسعة أشخاص من أسرة واحدة فيما لا يزال ثمانية عشر شخصاً تحت الأنقاض بينهم نساء وأطفال وبحسب المصادر فإن الجريمة جاءت عقب مقتل شقيق مشرف أمني تابعاً للميليشيا برصاص شاب سبق لهم أن قتل أخاه ولم يتمكن من محاكمتهم أمام القضاء بسبب نفوذهم الجريمة المروعة تهزت مدينة ردع وتسببت في خروج مظاهرات غاضبة وإغلاق السوق والطرقات الرئيسية بحسب اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان فإن جريمة تفجير المنازل واحدة من الانتهاكات التي ينفرد بها الحوثيون فقط دوناً عن بقية أطراف الصراع في اليمن تشير معلومات وبيانات نشرتها منظمات حقوق الإنسان إلى عشرات الوقائع المصورة بالصوت والصورة لجرائم تفجير منازل أو مساجد ارتكبها الحوثيون في مختلف مناطق اليمن منذ بدئهم الحرب ضد الدولة المركز الأمريكي للعدالة سبق أن نشر تقريراً حقوقياً أكد فيه مسؤولية ميليشيا الحوثي عن تفجير أكثر من سبعمائة منزل منها خمسمائة منزل تم نهبها قبل تفجيرها وتسببت العمليات في مقتل سبعة وعشرين شخصاً بينهم خمس نساء وأحدى عشر طفلاً جريمة تفجير المنازل سلوك ورثه الحوثيون عن أسلافهم الأئمة وينتهجونه لأهداف عدة من بينها الانتقام من الخصوم وإرهاب المجتمع ونشر الخوف والرعب بين المدنيين وإجبارهم على الخضوع وكسر إرادة المعارضين إضافة لتغيير التركيبة السكانية حيث يتسبب تفجير منزل واحد في تهجير مئات العائلات ترجمة نانسي قنقر